بالتأكيد لاحتلال وهو الذي يخبر أمورنا ربما أكثر مما يعرفه البعض مننا يحاول أن نحارب هذه الفكرة من أساسها اليوم ما في محاولات من حتى الأمريكان ربما من الإدارة الأمريكية لربط قضية الأوقاف بالإرهاب بما يسمونه الإرهاب هي الأوقاف لأن الأوقاف حقيقة ليست أمر مشاع هي أوقاف لها إجراءات قانونية شرعية من الصعب أن تتلاعب بها في ظل أن هناك الآن أصبحت الأوقاف تخضع إلى الحوكمة وإلى الشفافية فمن الصعب الآن تتلاعب بهذا والأوقاف حقيقة تتبط بشرط الواقف يعني إذا واحد أوقف قال هذا للتعليم لطلاب الفقراء في القدس خلاص أصبح هذا التعليم يخصص وينشأ له نظارة والنظارة تخضع إلى إجراءات قانونية وحوكمة وسياسات رشيدة فمن الصعب أنك تجد أي ثغرة في هذا الظل وإذا أردت أن توصم الأوقاف بالإرهاب أنت توصم الأمة الإسلامية لأن كل الدولة الإسلامية فيها أوقاف يعني الأوقاف مش فقط في أربع خمس دول أو في ثلاث أربع مجتمعات الأوقاف في كل المجتمعات الإسلامية بل الأوقاف حتى في أماكن أقلية الأقلية المسلمة في نيوزلندا في نجوب أفريقيا في كندا في استراليا فيها أوقاف أينما كان هناك مجتمع إسلامي كانت فيه أوقاف فبالتالي من الصعب أنك توصم الأوقاف بهذه الطريقة ومرتبطة بالقدس أو بشكل عام بمفهوم الأوقاف بشكل عام نعم مرتبطة بالأوقاف بابها كبير جدا القدس وغير القدس كما عرفت في البداية كل أمر مرتبط بعمل الخير نعم بعمل الخير نعم